زيارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية والتي بدأت اليوم مثلت مؤشراً مهماً على قوة العلاقات الأمريكية الخليجية أهمية تعززت عقب وصول رئيس دونالد ترامب إلى رئاسة وتأكيده بأن واشنطن مرتبطة بعلاقات وطيدة مع حلفائها التقليديين ليعلن لاحقاً أن المملكة ستكون محطته الأولى في زياراته الخارجية الرسمية خطوة استثنائية قطعت مع أكثر من ثلاثة عقود من التقليد الرئاسي الأمريكي ومؤشراً على إعادة واشنطن مجدداً لبوصلة أولوياتها تجاه المنطقة ترامب مهد لهذه الزيارة بالإعلان أنها ستكون اجتماعاً تاريخياً حقيقياً مع قادة العالم الإسلامي في إشارة إلى القمم الثلاثي المزمع عقدها بالرياض كما أعلن عزمه على البدء في بناء قاعدة جديدة للتعاون مع الحلفاء من العالم الإسلامي لمكافحة التطرف والإرهاب وفي سياق متصل تعول المملكة أيضاً على أن تسفر تلك القمم عن تأسيس شراكة جديدة في مواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار والتعاون بحسب ما أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويأت انعقاد القمة الخليجية الأمريكية لتعزيز تلك الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي ترتكز على أرضية صلبة من العلاقات التاريخية الممتدة لعقود بالتوازي مع تطور العلاقات الأمريكية الخليجية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً مع بدء الحرب العراقية الإيرانية من خلال التعاون لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة كما شكل الغزو العراقي للكويت نقطة تحول كبرى في العلاقات الأمريكية الخليجية بشكل عام وعلى إثر قيادة الولايات المتحدة التحالف الدولي لتحرير الكويت من الاحتلال وقعت كل من الكويت والسعودية ثم قطر اتفاقيات مع واشنطن تتضمن شراكات استراتيجية ودفاعية وأمنية ومنذ عام 2005 سعى حوار الأمن الخليجي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بالموازاة مع جهود واشنطن في زيادة قدرات الردع العسكرية لمجلس التعاون كما شهد عام 2015 انعقاد قمة أمريكية خليجية في كامب ديفيد أكدت على أهمية التعاون والشراكة بين الجانبين